نروح ليه نتائج مباراة دوري أبطال أوروبا اليوم الجولة الخامسة في المجموعة الأولى ليفربول فاز على آيكس ونجمنا المصري الكبير محمد صلاح سجل هدف وصناها هدف الهدف الأولاني الهدف الأول ليفربول كان حلوة حلاوة من محمد صلاح حاجة رائعة متعيبت أنا كلام عن محمد صلاح فأنا أغنيه كل شو أستحق طبعاً يا كلين أغنيه طول الوقت ونهدف له نابولي النهاردة متوحش نابولي في دور أبطال أوروبا وفي الدور الإطالي فاز عارينجرس 3-0 ومتصدر مجموعته قبل ليفربول بسلاث نقاط عشان ليفربول يتصدر هذه المجموعة لازم يكسب المباراة الجاية نابولي في أنفلد بلاس 4 أو 4 أو أكتر طيب المجموعة الثانية بورتو فاز على كلوب بروش 4-0 وأتلتكم مادريد 2-2 باي ليفر كوزين ها فينا لحظة ها فينا لحظة أتلتكم مادريد وباي ليفر كوزين اتعادلوا 2-2 أتلتكم النهاردة النتيجة دي خرجيته من دور أبطال أوروبا ووديته لأوروبا ليج طيب أتلتكم مادريد كان محتاج إيه عشان يكمل في دور أبطال أوروبا كان محتاج يكسب حصيت حاجة درامية ياوش دراما كاملة طبعا أنا معايش الرئيس عشان أجيب لكم اللقطة بس يعني هشرحها لكم يعني الحكم صفر فالفار رجعوا صفر بنهاية المباراة تعادوا 2-2 فالحكم الفار رجعوا قالوا لأ ده فيه ضربة جزاء لأتلتكم مادريد فرجعوا الفرقتين عشان أتلتكم مادريد يلعب ضربة الجزاء اللي هتحي أماله في بطول الدور أبطال أوروبا فوز 3-2 مش في السنة أخيرة لأتلتكم مادريد يشوتها الحكم ما يسفر راح جراسكو شات ضربة الجزاء فالحارس يصدها دراما فتيجي لساول لعب أتلتكم مادريد يشوتها تيجي في العرضة تيجي اللعب تالي في أتلتكم مادريد يشوتها والجنفة دي فالدفاع يلحقها دفاع في بايل ليفاركوزين ويطلع الكرة دراما كاملة مشهد ما تتمنيوش لفريقك مشهد مرعب في الكرة مرعب بصراحة مرعب يتعب يعني ده حصل في أتلتكم مادريد في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا انتر فاز على فيكتوريا بيلزن 4-0 ومنع المعجزة بالنسبة لبرشلونة وإن كان يعني برشلونة ما كانش محتاج المعجزة ديت عشان بايرن بعدها على طول فاز على برشلونة 3-0 وبرشلونة إلى الدوري الأوروبي روبا ليج برشلونة في مأساف البطولة دي بصراح نتائجه كارثية في المجموعة الرابعة انتراكت فرانكفورت فاز 2-1 على مرسيليا وتوتن هامت عادة الإجابية 1-1 مع سبورتينج لشبونة طيب طيب نشوف ترتيب المجموعات بعد الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا هي كالتالي يلا يا رب تكون جاهزة معنا على طول يلا يلا المجموعة الأولى نابلي في المرتبة الأولى ب15 نقطة كم بقى سجل كم هدف 20 هدف في خمس مباريات يعني بمعدل أربع أهداف في كل مباراة رقم قياسي على فكرة نابلي أكتر فريق سجل في تاريخ مجموعات دوري أبطال أوروبا فريق مش طبيعي مع سبالت بصراحة ليفربول في المركز الثاني ب12 نقطة وزي ما قلت لكم هم محتاج يسجل بلاس فور يعني أكتر من أربع أهداف أو أربع أهداف نظيفة على نابلي في المباراة القادمة عشان يتصدر المجموعة آيكس في المركز الثالث ب3 نقاط ورينجرز في المركز الأخير بلا نقاط عشان كده غالبا آيكس في الدولة الأوروبي كلوب روج بلجيكي واحدة من أهم مفاجئات هذه البطولة حتى الآن عشرة نقاط في صدارة مجموعته بورتو في المركز الثاني بتسع نقاط أتلاك مدريد في المركز الثالث بخمس نقاط وفقد حزوزه تماما ومنافسة بينه وبين باير ليفاركوزن صاحب المركز الأخير بربع نقاط على بطاقة التياهل الدوري الأوروبي باير ميونيخ في صدارة مجموعته بخمستاشر نقطة المجموعة ثم انتر في المركز الثاني بعشر نقاط وبرشلونا اللي راح خلاص الدولة الأوروبي في المركز الثالث بربع نقاط فقط كارثة كارثة مع تشافي بصراحة وفكتوريا بلزن طبعا في المركز الأخير توتنهام في صدارة مجموعته بثمان نقاط سبورتينج جبوهنا بسبع نقاط في المركز الثاني وفرانكفورد انتراكت فرانكفورد في المركز الثالث بسبع نقاط وأخينا مارسيليا بست نقاط في المركز المجموعة نارية نارية اللي بعده تشيلسي في الصدارة بعشر نقاط ميلا في المركز الثاني بسبع نقاط سلس بورج بست نقاط ودينامو زغري بأخيرا بأربع نقاط والأمور هنا مش محسومة سوى لتشيلسي تأهل للمرحلات القادمة هذه المجموعة فيها ريال مدريد في الصدارة بعشر نقاط ليبزيك العلماني ليبزيك عظيم على فكرة مع فرنر ونكونكو على فكرة هيبقى أحد من أحسن لعبي العلم قريب جدا ليبزيك بتسع نقاط شختار في المركز الثالث بست نقاط وأخيرا سلتك لسكتلندي بنقطتين فقط منشستر سيتي لعب بتشكيلها فيها كتير من البدراء مبارح قدام بروسي دورتمند في المبارسة الباية بدون أهداف منشستر في الصدارة باحداشر نقطة دورتمند في المركز الثاني بثمان نقاط واشبلية في المركز الثالث بخمس نقاط وكوبنهاجن في المركز الأخير بنقطتين واشبلية رايح لبطولة المفضلة اليوروبا ليك طيب